خليني أقدم شكر وتحية وتأدير لإدارة نادي حرس الحدود شيء أبداً مش ممكن تفكر فيه أو لو أنت فكرت فيه بالشكل ده على أنه ينتقص أو يقلل من قدر نادي حرس الحدود أنه يعمل ممر شرفي في مراسم تسلم الأهل الدرع البطولة فيبقى أنت عندك خلق لأنه الرياضة في النهاية تدعو إلى يعني الرقي تدعو إلى التحضر المظهر الحضاري اللي احنا بنشوفه في كل ملاعب فيه منافسة فيه يعني حالة صراع طبيعية جداً في أي رياضة وفي كل حتة في العالم لكن مش ممكن أبداً ده يترجم أو يوصل على أنه يبقى فيه حالة غل وكرهية للأسف الشديد جداً فيه ناس كتير جداً جداً غزت مشاعر تعصب تطرف غل وكرهية بقت قاعدة سبتة عند ناس كتير جداً وأجيال كتير جداً طلعت بيحصل ده على سوشال بيديا وبيحصل ده على وسائل الإعلام وبيحصل ده من مسؤولين فنديا وبيحصل ده من أجلسة فنية وبيحصل ده من لعبين ده حتى الرجل لسه جاي من بره يعني ملحقش يتكيف أو يفهم طبيعة الأمور واضح أنه شارب من حالة التعصب لكن في النهاية لا صح إلا صحيح وفي النهاية في الأول والآخر في أسماء بتمشي وبتظل الكائنات بقية وأتمنى أن الأمور اللي بازت واللي توترت واللي أسائت للعلاقة بين قطبين كبيرين على مدار السنوات الأخيرة ترجع لطبعتها طول عمرنا متعودين أنه فيه منافسة قوية جداً بالقالي وزمالك وطول عمرنا عارفين أنه فيه معارض جنابية وفيه شد وجذب وفيه شغل بين الجماهير في الإطار الطبيعي والمنطق إذا ما بيحصل في كل حاجة في العالم لكن أنها توصل للمرحلة اللي احنا وصلنا لها أعتقد أنه شيء صعب جداً ما ينتقص أبداً 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 من أي نادي أو من أي كيان أنه يكون موجود في مشهد احتفال فريق حتى لو كان فريق منافس دي ببطولة وأتمنى الحقيقة أتمنى أنه المشاهد اللي احنا بنشوفها ونبقى بنقول في ملاعب أوروبا وفي البطولات الكبيرة في أوروبا ونقول نفسنا نشوف الحاجات دي في مصر طب ما احنا نقدر على فكرة نشوف ده في مصر وفيه نمازج كتير جداً محترمة زي نادي حرس الحدود وإدارته الحقيقة ما عندهاش أي مشكلة الحقيقة في تكريم بطل الدوري